اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نعمل التصميمات الاحترافية دي باستخدام الذكاء الاصطناعي يلا بينا اول حاجة هندخل على جوجل او ايموت صفح وهنكتب بنج هندغط عليه بالشكل ده يفتح معنا الصفحة دي هتيجي هنا تضغط على ايماجرز بالشكل ده وبعد كده هيحولك على صفحة تانية واللي فيها هيزهر لك صور وحاجات كتير من ضمنها في حاجة هنا اسمها كيرويت هتضغط عليه بالشكل ده عشان تحولك على الصفحة الخاصة بالتصميم هنيجي هنا في المربع او المستطيل ده اللي بنكتب فيه الكلام اللي احنا عايزين نحوله لصورة وهنكتب النهاردة الكلام ده هنا ده عبارة عن بيقول كزا اين كان الاسم انت هتكتبه انا مسلا هنا مكتوب سكينة وانا ممكن نغيره دلوقت وبعد التفاصيل الاخرى اللي بتوصف الخلفية زي مسلا وهكذا ممكن نغير الاسم ده بدلا ما هنبقى مسلا آآ سكينة ممكن نحط اي اسم تاني انا هجرب مسلا اسم رودينة وبكل بساطة هتروح هنا تعمل دي كانت النتيجة هنا عمل هنا اربعة تصميمات بالشكل ده الجميل او بقى ان هو كاتب الاسم بشكل حلو اوي يعني يتحس ان هو طالع كده وكل دخان بشكل جميل اوي برضو كده لو انت قلبت كده في الصور في هنا مسلا برضو ديت مكتوبة بشكل بس يعني هو مديها زي شوية في برضو حاجة تانية ده برضو جميلة عجبتني بالشكل الجميل اوي ده وكاتب الاسم بشكل حلو اوي بصراحة تصميمات جميل اوي وده كان لما عملنا اسم سكينة طالع بالشكل ده برضو هنا نفس عمل برضو تصميم بالشكل ده وبرضو لو قلبنا هنا برضو ده طالع بشكل حلو اوي برضو تقدر ان انت تستخدمه فطبع الاسترات دي بتطلع يعني بتبقى عشوائية ولكن بصراحة هي جميلة اوي فكرة ان الاسم يكون مكتوب بالشكل ده فكرة حلو اوي خصوص ان هو صعب ان هو يتعامل مسلا باستخدام فوتوشوب او الحاجات زي كده بيبقى الشغل صعب شوية لكن هنا بصراحة عامل الشغل الجميل اوي هيجي حد يقول لي طيب انا دلوقتي مسلا ما اناش عارف اكتب ايه بالانجليز ما انا فعلش ان انا اكتب بالعربي انا هقول لك على حاجة انت ابسط شي خالص ان انت مسلا لو عايز تعرف التفاصيل ده حتى لو انت ما انتش فاهمها ممكن تاخد الكلام ده كده كوبي واخبالك وترجع به على جوجل اه او ترجمة جوجل وتطلب من جوجل ان هو هترجم لك الكلام ده فمسلا عندك هنا جايب لك هنا اللغة الانجليزية والعربية لو انت جيتها حطيت في المربع ده وكتبت هنا جبت الكلام سواء كتبت بالعربي او بالانجليزي هتلاعز هنا ان هو ترجم لكل شيء وعلى فكرة ترجمة جوجل دلوقتي بقت احسن بكتير من زمان اه قبل ازي كان الصناعة كانت ترجمة جوجل عشوائية شوية وكاد بيبقى محبيكها شوية في الكلام اللي انت بتكتبه وتلعه لك عشوية شوية لكن دلوقتي اصبح الامر سهل واحسن يعني فهنا بيقول لك خمس شموع على طاولة خشابية قديمة انبعث منها دخان اللي تشكل اسم آآ سكينة بشكل آآ معقد وانيق على خلفية ده كنة علية الدقة فحتى لو انت خدت نفس الكلام ده كده ورجعت برضو تاني هنا للموقع تقدر بكل بساطة ان انت تيجي هنا تكتب الكلام بالعربي كده بس خلي بالك هنا مثلا الاسم ممكن يزبط معاك او لا فانت لو كتبت بالعربي هيطلع معاك زي بالانجليزي كده كده عشان بس محدش يقول لي ما بيعملش عربي لأ هو بيطلع انجليزي بس المفروض ان هو هيحول الكلام من العربي للانجليزي بس ممكن ممكن ميطلعش بنفس الشكل ده فبعد ما بتكتب بالعربي كل بساطة بتضغط عليك وتبدأ ان هو يعمل لك التصميم بص النتيجة هو النتيجة هنا عمل كل شيء بس هو تقريبا عملها لنا سكينة مش سكينة فطبعا هيفرق كتير بقى ان احنا مسلا هنا عاملين هنا اسم لو كتبنا اسم مسلا باللغة الانجليزية لان هو مقدرش يحول الكلمة بالاسم بالعكس هو عمل هلنا سكينة هتلعز هنا في الصورة بص جاب لك سكينة طب انا عامل له بالسكينة فهاجي هنا هكتب سكينة كده بالشكل ده وبعد كده عمل كريات تاني بص بقى هنا فرقت ازاي هو هنا بقى عمل لك التصميمات تانية اهو ونقدي على فكرة تصميمات جديدة خالص كمان ولكن عملها بالطريقة ان هو كتب كتب الكلام باللغة الانجليزية بالطريقة الصحيحة المفروض ان كتب بيه ونفس الوقت هو عملك كل التسخيص بتاعك او الوصف بتاعك بشكل اللي انت شايفه قدامك فدي كانت حقيقة النهاردة تعلمنا مع بعض ازاي ان احنا نعمل تصميم ونكتب اسمينة بالشموع نفس دي هسيبها لك في وصف الفيديو تقدر ان انت تستخدمها وتعمل بيها تصميمات اكتر واحسن وتنوع زي ما انت حابب ولو انت عايز تشوف تصميمات كتير فانت على فكرة فايتك كتير لان احنا عملينا جداد كتير لابل كده شرحين برامج وشرحين ازاي نعمل تصميمات وحاجات كتير قوي شرحينها باستخدام مواقع الزكاة للصميمة فممكن تاخد جولة كده في القناة وصدقني هتستمتع وهتلاقي حاجات كويسة جدا وحاجات تستفيد منها جدا احنا كل ما علينا احنا بنوصل لك الفكرة وانت معالك ان انت هتكتهد وتشتغل وان شاء الله ان انت توصل ان انت تستغل لكل ده ان انت تعمل تحقيق الربح وفكرة النهاردة برضو ان انا عايز اقولك ان انت بكل بساطة تقدر ان انت تعرض الصور زادية على منصات السوشيال الميديا كلها ولو حد عجب صورة هيجي يكلمك يقول لك والله انا عايزك تعمل لي الاسم بتاعي فانت هتعمل نفس الخطوات ديت بس بعدها ما هتكتب مسلا الاسم اللي احنا كتبونا ده هتكتب الاسم بتاع الشخص اللي طالب والله هتقول له والله انا هعملك الصورة بخمسة جنيه بعشرة جنيه في ناس بتحب الحاجات زي كده في ناس عندها ايه هويات لحاجات زي كده هجي حد يقول لي بس ده مبلغ بسيط بص انت مبلغ بسيط ولكن انت ممكن تعمل كتير ممكن واحد يجي يقول لك انا عايز خمس صور ممكن حد يقول لك عايز عشرة ممكن حد يعمل معاك اه التعاقد ويطلب منك عسام المنوعة في الناس بتاخد الحاجات دي تستفيد منها في الطبعة وحاجة ازي كده فعايزك تشغل دماغك وان شاء الله تقدر انت تتحمل من خلالها ربح مش مجرد تسلية دي جهت حالة النهاردة اتمنى كنا عجبتك الحلقة لو عجبتك الحلقة ما تنسى اشترك في جنفة الزقراز عشان تشوف كل فيديوهاتنا وفي النهاية السلام عليكم